بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أرجوكم شوفوا يدي أرجوكم هذه الحلقة تنشرونها على أوسع نطاق لأن احتمال كبير تنحدف 95% احتمال كبير أنها تنحدف لأن في ناس لابد التعامل معهم بالجزمة لمعفنة الجزمة لمعفنة نعم لا يجيكم واحد يقول لك عبد العزيز يا أخوان الأفاضل اللي يقول لك والله شوي شوي ما شوي 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 مع الناس الخلوقين المؤدبين اللي يبوروا يتعلمون أنما مع المخنثين المخنث شون تعامل معاه لابد انقعده على سيخ حامي ونحط السيخ الحامي في خلفيته العفنة هذا دينكم مبلعبة دينكم مبلعبة والإسلام والحرب على الإسلام والحرب على المسلمين هالأمور ما زادت إلا لأن نحن ساكتين ويمشي قنبل حات ودع الخلق للخالق نعم ربي عيالك نعم ربي عيالك ما عليه ما عليه إخوان الأفاضل الحلقة اللي أنا سويتها عن بحملات اللي تطاول على حادثة المعراج طبعا دخلوا هجوم من بعض المخنثين والملاحدة كفار أعداء الإسلام أنا أقول لكم أخوان الأفاضل الملحد الغربي أنا كإنسان أحترمه كإنسان ليش؟ ما أحترم فكرة طبعا لا بس كإنسان أحترمه لأنه يقول لك أنا ملحد أنا ما ليخص لا تكلموني في أي دين لكن الخنم اللي عندنا المخنثين اللي عندنا همهم التطاول على الدين الإسلامي وهذا دليل أنهم فعلا أجندتهم التطاول على الدين يقول لك والله ملحد وأنا ملحد وأنا لا أمن بوجود الله لا تمن بوجود الله وما عندك شغل لنك أنت تسبه تجتم في الدين الإسلامي هذا دليل أن الحق الدفين دفين في قلوبهم خلونا نتكلم أخوان الأفاضل عن حادثة المعراج وراح أرد اليوم على التعليقات على بعض المخنثين اللي انزلوا في التعليقات عندنا في حلقة بحملات عن إنكار المعراج هذا واحد اسمه يحيا 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 حرية التعبير هو حق الإنسان أنت تعبر أيضا على عقليتك كل واحد حر في الحديث هذا يدافع عن بحملات أنه والله حر حر يتطاول على الإسلام وحرية الحديث يتطاول على وإنه يقول راية في المعراج لا مشكلة نعم لا مشكلة يحيا وأنا من باب حرية التعبير حاب أقول لك يا يحيا أنك أنت مخنث حاب أقول لك أن أنت إنسان مخنث وإنسان يفعل فيك وإنسان كلب وإنسان سرسري وإنسان شرموت يا يحيا حرية التعبير ليس على هار يا يحيا حرية التعبير يحيا خنزيره يا مخنث مخنث ليش تقول عني حرية تعبير حرية تعبير يا حبيبي يا نجس يا يحيا يحيا يا خنزير حرية التعبير لما توصل الاعتداء على الديانات والاعتداء على القيم وعلى الأنبياء والسب والشتم والاعتداء على الخصوصيات هنا نقول ستوب فاهم خنزيره يا المخنث فاهم ولا لا فلما يطلع إنسان يعتدي على مليار ونص مسلم يؤمنون بواقعة حقيقية وصحيحة موجودة وذكرت في القرآن وذكرت في السنة النبوية فاهمي تنجب وتاكل تبن فاهم يا خنيث يا مخنث يا شرموت حرية تعبير أنا من حقي أسبق حرية تعبير نعم نعم قاتلكم الله يا منافقين حرية تعبير أنه يتطاول على الإسلام والمسلمين قاتلكم الله يا كلاب يا أنجاز وأنا أقول لك أنت إنسان يفعل فيك حرية تعبير أنت مخنث حرية تعبير أنت خنزيره أنت ديوث أنت قواد حرية تعبير كيفي حرية تعبير يحيى يحيى أوريك يا نجس أوريك يا كلب حرية تعبير يا كلب حرية تعبير قاتلكم الله يا منافقين قال لك حرية تعبير ينشب يأكل تبن يخيط حلجة وإذا أراد أن يتكلم بحملات ولا واحد نجس مثلك يتكلم بأدب يسأل بأدب يجيب علماء ويسألهم بأدب مش يروح يستهزئ مثل كنت يا مخنث عموما خلونا نكمل طبعا إخواني الأفاضل قبل ما أنا أكمل للحلقة هذه يستحملوني يستحملوني لابد أن نحن نؤمن يعني أيضا في بعض المسلمين ممكن عيالنا هذا يقول لك يعني معقولة الرسول راح فوق معقولة والله هذا من القدس عفوا من مكة راح القدس في ساعتين ومعقولة من الأسلة راح أول شيء لابد أن نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى اللي نحن نؤمن فيه كمسلمين قدرته لا محدودة نؤمن أنه إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون خلاص هذه قاعدة وعقيدة الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلاص نحن نؤمن بأي أن لا يصعب على الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة لابد أن نحن كلنا كمسلمين نؤمن فيه قبل ما أنا أدخل في هذه الحلقة أخواني الأفاضل هذا واحد اسمه عبدو عبدو ما هي الملحدين والأنجاز حط لك أسامي أي كلام عبدو عبدو أور هيك يا عبدو عبدو يا حبيبي هذا يقول لك غريب أمر العربان صاحب خرافة يضحك على صاحب العقل الإنسان حر الإنسان حر ينتقد الدين والرب إن كان موجودا شوفوا شوفوا شوان هذا الكافر النجس إن كان موجودا ومن أنت يخصدني أنا كي تدافع عن الإسلام أو عن الله من نصبك لتدافع عن الله أليس الله غير قادر للدفاع عن نفسه تبّل لكم وليفكركم الإرهابي نعم إحنا فكرنا إرهابي لما واحد يتطاول على الإسلام ونرد عليه إحنا إرهابيين إنما ذاك النجس لما يتطاول على الإسلام حرية حرية وأنا أقول لك يا عبدو مخنف حرية يا عبدو مخنثين تخزيره يا كافر حرية أنا أقول عنك كافر من حق يقول عنك ملحد كافر نجس قرد المهم دعني أرد عليك خرافة الإسراء والمعراج خرافة نعم خرافة أول شي حاب أن أنا أوصل لك رسالة يا عبدو عبدو يا الخنزير يا المعفن يا النجس يا المخنث حرية كفار قريش ما صدقوا إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى وركز معي يا مسلم من مكة إلى المسجد الأقصى في ساعة ساعتين لحظات من حقهم ما يؤمنون ولكن الآن في هذا الزمن يا عبدو عبدو يا خنزير الآن لو جاني واحد قال لي أنا من مكة وصلت القدس في ساعتين بصدقى وين في قطر بالسيارة ركبت سيارتي شوف لفيت على أربع دول بالسيارة يا حمار يا عبدو عبدو أنت الآن لو قلت لك أنا يا حمار يا عبدو عبدو وصلت هالأربع دول في يوم واحد بتصدق لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حمار يا حمار كارهين النبي بتقولون لا اشنون يوصل من المسجد الأقصى من مكة إلى المسجد الأقصى في ساعتين لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا حدود لها يا حمار يا خنزير لكن عقلك اللي معفن الآن تصدق أن الطيارة تطير من مكة إلى المسجد الأقصى في ساعتين فهذا رد حتى على المسلمين اللي يجيك يقولك شلون الرسول محمد صلى الله راح طار من مكة إلى المسجد الأقصى نعم هذه قدرات موجودة إذا الله عطاك القدرات أنت كبشر تطير في ساعتين بالطيارة وعطاك العقل اللي خلقه لك مو بعقلك أنت يا عبدو عبد يا اللي معفن عقلك جزمة ترى أنت ما تفهمها الزوالف فإذا الله عطانا إحنا كبشر هذه القدرة فما بالكم بقدرة الله سبحانه وتعالى إحنا نؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى عرفت يا حمار فموضوع أنه من مكة إلى المسجد الأقصى في ساعتين هذا موضوع سهل وبسيط عند الله سبحانه وتعالى لكن أنت حمار حمار ما تفهم شوفوا شون إحنا الآن في ساعتين نوصل من مكة إلى المسجد الأقصى بالطيارة عرفت؟ ومن أنت كي تدافع عن الإنسان مسلم أنا إنسان مسلم ولا أرضه ومطلوب مني كإنسان مسلم أني أنا دافع عن ديني عرفت يا نجس وبعدين أنت تقول الله أليس الله غير قادر للدفاع عن نفسه تبا لكم ولفكركم نرهابي يا معفن يا عبدو عبدو يا حمار الله خلق الدنيا هذه دار عمل وعبادة إحنا للمفروض نعمل إحنا للمفروض يعني دار ابتلاء وعمل إحنا ليش الله خلق الجنة والنار لجل أن نحن نتحرك لجل أن نحن ندافع عن الدين لجل أن نحن ننشر الدين فلما يحمار مثلك خنزيره لابد أن نحن نتكلم ونخيط حلجة عرفت يا عبدو عبدو فلا تقول لي ليش أنا دافع عن ديني نعم أنا كإنسان مسلم مطلوب مني أني أنا دافع عن ديني وارد بالجزمة على الحمير اللي مثلك يا حمار وبعدين أنت تقول أليس الله بقدر على الله الله سبحانه وتعالى بيكون يخليك قرد ويبيدك يا نجس إذا أنت تفكر وعندك عقل وتشوف قدرات الله سبحانه وتعالى ذل البشرية بفيروس إحنا سرنا ثلاث سنين الآن فيروس لا يرى بالعين يا حمار فيروس اسم الكورونا ذل البشر وقعدهم في البيت وحجر ومجر ووقف الطيران ووقف الشغل الله سبحانه وتعالى بريح ريح بسيطة يدمر لك مدن وإنت تشوف يا حمار في التلفزيونات كيف أن مدن في أمريكا أبيدت ومدن أبيدت ببراكين ومدن أبيدت وأبيدت أنت وين توصل لعقلك هذا اللي معفنة اللي فيه جزمة يوصل أنك أنت تتفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى مع الإخوان الأفاضل استحملوني قد تكون هذه الحلقة طويلة كذلك يا أمة ضحكت من جهلها الأمم أساطير ترجدونك الببغوات مقصيين للعقل والتفكير الرصين ابحثوا عن أصل خرافة المعراج في الثقافات البالية لعلكم تستفيقوا من سباتكم يا أخي إحنا عايشين في خرافات كيفنا؟ إحنا المسلمين عايشين في خرافة إحنا حرين إحنا حرين إحنا نؤمن إحنا نؤمن إحنا نؤمن إحنا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ركزوا معي أيضا للشباب المسلم الله سبحانه وتعالى نؤمن إن كلنا 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 البشر اللي الله خلقهم في بعض العلماء قالوا علماء المتخصصين في هالأمور إن عدد البشرية تقريبا اللي الله خلقهم ثمانين مليار لحد الآن اللي ماتوا اللي يعيشوا يموت ويموت تقريبا فإحنا نؤمن إن الله كلنا كلنا رح يرفعنا إلى السموات وبذن الله كمسلمين ندخل الجنة وبذن الله كمعفن قرد نجس خنزير وملحد مثلك وبذن الله رح تكون في جهنم فإذا الله قادر على أن يميتنا ويبعثنا من جديد ويرفعنا إلى السماء يرفع ثمانين مليار مبقادر الله سبحانه وتعالى إنه يرفع إنسان واحد اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء ويشوف ماذا يوجد في السماء أليس هذه عوالم أخرى موجودة يا حمار أنت تفهم ولا ما تفهم الرسول يتعامل مع الله الله خالق السموات والأرض ألا يقدر الله إنه يرفع سيدنا محمد إلى السموات يعني لا حولها لا قوة إلا بالله إذا إحنا الآن كبشر الله عطاني القدرة أن احنا اخترعنا الصواريخ واخترعنا المكوكات الفضائية واخترعنا الأقمار الصناعية الله عطى البشر هذه القدرة فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى ثمانين مليار ولأمية مليار من البشر الله خلقهم مش قادر الله يرفع إنسان واحد إلى السموات والأرض هذه شغلة مش كيمية يا حبيبي أنت تتعامل مع الله رب العباد ويأي واحد حمار مثلك يقول لها أساطير 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 وجهك يا مخنث مخنث حرية ترأي حرية ترأي كيفي يقول لك أمة ضحكت من جهلها الأمم والله ما في جاهل إلا أنت يا خنزير يا نجس يا معفن وهذا أيضا واحد اسمه أكسان دوري يقول لك المعاراج أكبر خزعبلة خزعبلة مضحكة كيفنا؟ إحنا كيفنا؟ إحنا نؤمن أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طلع المعاراج أنت شدخلك؟ لا تؤمن أنت يا أخي كيفك؟ لا تؤمن كيفك؟ وأنا أشوفك أنت أكبر مسخرة وأكبر خزعبلة وأنت أكبر مخنث وأنت أكبر ديوث وأكبر نجس أنا كحرية ترأيي يا أخي كيفي؟ أنا أشوف أنك أنت أكبر إنسان مضحك ومهزلة وأنا أشوفك جدي إحنا كمسلمين إنت شدخلكم؟ إنت شدخلكم؟ إحنا رجال مسلمين إحنا رجال نؤمن بالمعاراج المخنثين يمتنعون المخنثين رحوا قعدوا في الحمام هناك يفعلوا فعل قوم لوط لجون عندنا إحنا نؤمن أنا كيفي أنا كيفي أنا حر يا أخي قال لك إيش؟ قال لك أكساري دوري اسمك اسم واحد مخنث قاتلك الله يا نجس هذا واحد اسمه زوزو زاز من اسمه أكبر واحد مخنث في التاريخ أنت شوف شوف خنرد عليه إخواني الأفاضل أنت قل لي إذا طلعت الطيارة بتكون درجة الحرارة أربعين تحت الصفر البخل شوفوا 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 قلة الأدب ليش هنرد عليهم بها الطريقة لأنهم قليلين أدب في فرق اللي يسأل باحترام بتجابه باحترام أنت قل لي إذا طلعت الطيارة بتكون درجة الحرارة أربعين تحت الصفر البخل اللي حامل محمد وجبريل ما تجمدوا بيضات البخل أو المحرك تبعه ولا فيه تدفئة يستاذ أن البراق طبعا نحن نؤمن بهذه الدابة اللي يسمها البراق اللي حملت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى إلى المسجد الأقصى فيضحك يقول لك الطيارة ما تروح فوق أربعين تحت الصفر شلون يعني يستحملوا البرد بعدين حابة أنا جاوبك يا زوزوزاز اسمك سبحانه يقطر تخنث اسمك يقطر تخنث يا زوزوزاز بارد عليك يا نجس أنت ما تعرف الآن يا حمار يا خنزير يا حمار عفن أن الدب القطبي هذا يعيش في درجة الحرارة أقل من أربعين تحت الصفر فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة لبعض الحيوانات اللي تعيش في القطب الشمالي والقطب الجنوبي أنت تعرف لا ما تعرف يا خنزير يا غبي يا حمار يا قرد يا بهيمة أنت ما تفهم أنه في حيوانات موجودة الآن حيوانات عايشة على الأرض تعيش الله سبحانه وتعالى سبحانه الله أعطاها خلايا تفرز زيوت هذه الزيوت إيش تعمل تسوي عازل ما بين البرد وما بين الأجسام تعرف ولا ما تعرف المعلومات يا حمار تفهم ولا ما تفهم أنا كلمك الآن بعقلك المعفن إذا فهم إذا فهم لأن هالحيوانات سلوبك أنت أنت ستايلك ستايل حيوانات هالحيوانات عايشة في في القطب الشمالي تحت أربعين تحت الصفر وفي بعض الدول وعايشة الله ما يقدر الله سبحانه وتعالى بقدرته ما يقدر أن يسخر الظروف أن يوصل سيدنا محمد إلى بهذه الأدابة وبعدين يسميه أدابة مش بغلة يا بغل يا حمار ما يقدر الله سبحانه وتعالى إذا الله عطاه القدرات أنا والله إخواني الأفاضل مرة كنت في بريطانيا وأيضمان في البوسنة وفي بعض الدول حدائق نشوف البط على مستوى البط والله درجة الحرارة ستة سبعة تحت الصفر وتشوف البط هذه تسبح في الماي ولحسب البرد شلون قدرات أشياء سبحانه وتعالى الله يعطيهم خلايا تفرز مواد تدفقها لكن لما ييه واحد أحمار مثلك يقول الطيارة تحت شلون بيستحمار أحمار كلب غبي غبي لا حاوله لا قتل أبلا غباء غبي نجس من اسمك زوزوزاز اسمك قنيث معتق اسمك خنيث معتق زوزوزاز قال لي قاتلك الله يا نجس كذلك إخواني الأفاضل هذا أيضا سؤال حضرتك نازل هبد في كلامك على القمني والسعداوي وعيسى تدافع عن صاحبك المدعي النبوة شوفوا شوفوا قلة الأدب هذا الميفعوا عن صاحبك المدعي النبوة محمد سؤالي مثل ما أنت تطرح سؤال طيب سلامته محمد راكب على البغلة أم جنحان ليش ما جاء راكب عليها وفرجاها لحبيبة قلبه عائشة اللي دائما كانت انتقدة وطار على بغلة أم جنحان أمام أهل قريش يعني ليش أنه زنشان طار بالبغلة هذه أمام كفار قريش كان آمن وفي مدعي النبوة حضرتك رد على السؤال بخصوص أبو بغلة فأنا برد عليك اسمك جويس جويس أم سبحان الله أساميكم كلها مخنفين أسامي مخنفين ما في لا حوله حطوا أسامي محترمة شوي عشان نحترمكم لكن سبحان الله المخنف مخنف طبعا يا قليل الأدب هذه الدابة مش بغلة إنها كنت حمار حمير سبحان الله الحمير يعرض لون حمير هذه اسمها دابة اسمها البراق بعدين أنت تقول ليش ما جاء محمد راكبها أمام كفار قريش لعلمك يا حمار يا أنت يا البغل يا المخنف جويس اسمك جويس اسم مخنف معتق لعلمك يا نجس سيدنا محمد بأمر الله سبحانه وتعالى الكفار كفار قريش قالوا له نبيك تشق القمر وسبحان الله فعلا الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء سيدنا محمد وشق لهم القمر نصين وكفار قريش شافوا القمر نصين ولم يؤمنوا لم يؤمنوا لأن اللي مثلك نجس وقلبه في حقتهم لا يريدون أن يؤمنون ولو شافوا ألف معجزة فهمت يا حمار عشان كذا لو ركب سيدنا محمد على هالبغلة وشافوها كفار قريش ما رح يفيد لأنهم أصلا قلوبهم حاقدة على هذا الرجل اللي اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليش النبوة انزلت عليه هم أصلا كفار قريش يا حمار يؤمنون بسيدنا محمد ويؤمنون أن محمد حق ولكن هم كبر وحقت في أنفسهم ليش النبوة لم تنزل على سادات قريش ليش النبوة منزلت على الوليد بن مغيرة ليش منزلت على مثلا أبو جهل ليش ليش انزلت على هذا اليتيم الفقير عرفت يا حمار فشافوا انشغاق القمر ولم يؤمنوا بيؤمنوا أنه والله يشوفون سيدنا محمد راكب وبعدين في شغلة يسمونها الإيمان من حكم الإسلام أنك أنت تؤمن بالغيبيات يا حمار من حكمة الله سبحانه وتعالى في الأرض أنك تؤمن بأشياء ليش الله يدخلك الجنة يا حمار لأنك تؤمن بشغلة لم تراها فاهم ولا لا ولا تتطاول مرة ثانية على السيدة عائشة السيدة عائشة تاج راسك حذاء السيدة عائشة تاج راسك فهمت يا حمار يا خبي يا خبي يا أخبياء يلي قاعدين بس تثيرون شبهات خبية مثلكم يا أخبياء قاتلكم الله وبعدين أنت تقول لحضرتك نازل هبد في القمي وفي السعداوي ومدرمين وعيسى أنزل فيهم هذول هذول خنازير البشر خنازير البشر ما لهم عندي إلا الحذاء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تاج على راس كل البشرية تفهم ولا لا يا حمار قال لك ليش ما ركب بالجناحات والبغلة يراويهم لا حاول ولا قتل لا بالله مشكلة الإحمار لما يسأل الإحمار يا جويس اسمك جويس اسم مخنثين قاتلك الله أنت أيضا ويا أمة ضحكت من جهلها الأمم واحد اسمه تيتشر عبد الرحيم فتحي أساطير ترددونها أنت تيتشر أنت تيتشر تيتشر عبد الرحيم فتحي أنت حط نفسك تيتشر يعني ما بقول خباز لأن الخباز أشرف منك ما أقول لك روح بيع بصل لأن اللي بيع بصل أفضل منك لكن أنا أقول لك روح أعلف خنازير اشتغل في حضيرة خنازير وأعلف الخنازير هذا شغلك هذا شغلك تقول عنها أساطير كيفنا يا أخي أحنا نؤمن بالأساطير أنت يا خنزير زعلان ليه زعلان ليه ليش يا حبيبي بخشك حارقك ليش ليش يا حبيبي تعال قل لي إحنا نوما بالأساطير يا يوبا فيقول لك أساطير ترددونك البخبوات العقل والتفكير الرصين ابحثوا عن أصل خرافة المعراج في الثقافات البالية لعلكم تستفيقوا من السبات خلق إحنا نحب سبات إحنا نحب النار أنت يا تيتشر عبد الرحيم وبعدين مسمي نفسك عبد الرحيم أنت مسمي نفسك عبد الرحيم وأنت قعد تكفر بالله سبحانه وتعالى يا حمار يا حمار سم نفسك عبد الشيطان سم نفسك عبد بحملات سم نفسك عبد اشتبي اترك الإسلام يا حبيبي إحنا نحب السبات أنا إنسان مؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون روح يا حبيبي روح هناك أعرف الخنازير في حضيرة الخنازير إحنا خرافة إحنا نوما بلو خرافات كيف؟ أنا حر يا حبيبي خلك بعيد عن الإسلام وعن المسلمين وأنا جوابت على هذا السؤال جاوبت على هذا السؤال إذا الله سبحانه وتعالى أعطى البشر قدرات عجيبة وغريبة هو أعطاننا ترى أنت تفكر يا حمار الإختراعات اللي إحنا موجودة هذه من وين جات؟ مين أعطاك الهوى؟ مين أعطاك البترول؟ هذا السؤال أنا وجهه لكل إنسان يقولك الله مش موجود مين اللي أعطاك؟ اللي يخلاك اللي يقولك والله أنا اخترعت؟ مين اللي علمك الطيران؟ الله خلقك العصفور خلق لك الطير عشان تتعلم الطيران الله خلق لك حشرات حشرات اللي هم أشرف منك يسبعهم والله الصرصور أشرف منك الله عطاننا حشرات تتعلمنا أشياء عديدة ترى كل شيء لحكمة فيها الدنيا يا إخواني الأفاضل رسالة وجهها للمسلمين مين علمك الطيران؟ مين اللي عطاك الحديد؟ مين اللي عطاك الغاز؟ مين اللي عطاك البترول؟ مين اللي عطاك المعادنة اللي موجودة تحت ليش الله عطاك عشان تشغل عقلك وتخترع وتسوي في واحد سؤال اسمحوا لي أنا طولت في الحلقة واحد أنا بعطيكم معلومة شوفوا شون أخوانا الأفاضل والله بسهولة تنسف هالكلاب الأنجاز واحد مرة يسألني يقول لي يا عبد العزيز وأنا إن شاء الله ممكن أخصص حلقة عن هالموضوع يقول لي شلون يا رب يعني أنا أدعي الله وفي نفس الوقت هناك تقريبا مليون شخص يدعي الله في نفس اللحظة الله كيف يستجيب لنا أنا بعطيك إجابة سهلة سهلة وبسيطة الآن الله الله عطاك القدر أنت عطاك كبشر الغوجل أنا بس تحلفكم بالله اكتب اكتب في الغوجل ما معنى كلمة مثلا مطر مثلا ما معنى كلمة مطر اكتب في الغوجل يجاوبك الغوجل ولا لا بيجاوبك هل تعلم أن لو أنت ومليون شخص ومليونين شخص وعشر ملايين شخص في نفس اللحظة دخلوا جوجل وكتبوا هالجملة راح يجاوبهم جوجل فإذا جوجل يستجيب لك في نفس اللحظة يستجيب لمليار شخص الله ما يقدر أنه يسمعنا احنا كعشر عشرين مليون أو مليار شخص شوفوا قدرة البشر انتوا لو تفكرون اخواني الأفاضل والله لو تفكرون في القدرة اللي موجودة عندنا اللي الله سهلها لنا راح تعلمون مدى قدرة الله سبحانه وتعالى عشان كده يقولك لا تفكر لاتيي لما أنت تفكر في بعض الأسئلة تقولك الله شلون الله شلون فكر أنت في قدرة الله وما خلقه الله والأشياء اللي سهلها لنا الله راح تعلم وتؤمن أنه لا حدود لقدرة الله فهذه إجابة سهلة وبسيطة الله عطانا احنا عطانا جهاز الكمبيوتر مليار إنسان يدخلون يوميا ويكتبون كلمة يجاوبهم الكمبيوتر فما بالك الله سبحانه وتعالى ما راح يجاوب عشرة عشرين مليار اللي الله سبحانه وتعالى قدرته غير محدودة المواثر هذه طويل أخواني الأفاضل عموما أنا حبيت أرد على بعض الحمير المستهزئين بالإسلام وبالإسراء والله موضوع الإسراء أبسط ما يمكن وموضوع المعراج أبسط ما يمكن الله سبحانه وتعالى راح يرفعنا بالجسد وبالروح ورح يخلقنا مرة ثانية يعطينا أجسام جديدة مرة ثانية في الآخرة ثمانين مئة مليار إنسان الله خلقهم هذا غير المليارات من الملائكة الله خلقهم ولا نعلم مخلوقات الله الأخرى ما نؤمن يا إنسان يا مسلم لا نؤمن إن واحد ارفعه الله سبحانه وتعالى للسماء هذا موضوع يعتبر من أسهل الأمور عند قدرة الله سبحانه وتعالى أتمنى الرسالة تكون وصلت وهذه رسائل حبيت أنا وصلها للمسلمين وكذلك حذاء معفن لبعض المخنثين اللي قاعدين يتطاولون ويستهزؤون بالإسلام روح يا حبيب روحوا بالعب وبعيد أنت يا مسلمي اللي تشوفني يعتز بدينك ترى دينك ولا غلطة ولا غلطة دينك دينك دين الكمال أتمنى الرسالة تكون وصلت ترجمة نانسي قنقر